السلام عليكم ورحمة الله في شرح اليوم سنتعرف على موقع للدكاء الاصطناعي وهذا الموقع يساعدك على إعادة تصميم غرفتك ببساطة هناك الكثير من أدوات الدكاء الاصطناعي في هذه الأيام وتقريبا كل فكرة تفكر فيها توجد لها أداة للدكاء الاصطناعي تساعدك على تطبيق هذه الفكرة وهذا الموقع كما سابق الإشارة يساعدك على إعادة تصميم غرفتك باستخدام الدكاء الاصطناعي إذن باختصار فالموقع هو reimaginehome.ai والموقع يوفر لك رصيد مجاني لاستخدامه بتالي يمكنك التسجيل في الموقع بشكل مجاني لهذا سأختصر الوقت وأمر مباشرة إلى التطبيق العملي سنذهب إلى هذا الخيار على هذا الشكل إلى upload image سنقوم بسحب الصورة التي نريد التعديل عليها إذن هذه هي الصورة سنقوم بسحبها مباشرة إلى الموقع بكل بساطة لدينا مجموعة من الخيارات الخيار الأول هنا هذا الخيار في حالة كانت غرفتك فارغة كما هذه الغرفة إذن هذه هي الغرفة ليست غرفتي فقط هذه الصورة لشرح طريقة عمل الموقع لكن سأفترض أن هذه هي غرفتي كما نلاحظ فهي غرفة عبارة عن غرفة نوم bedroom وهي فارغة لهذا بالنسبة للخيار المثالي من هذه الخيارات هو الخيار الأول إذا كانت لديك غرفة فارغة اختار الخيار الأول في حالة كانت لديك غرفة ممتلئة بالأتات وتريد إعادة تصميم تلك الغرفة يمكنك استخدام الخيار التاني في حالة كانت لديك غرفة ممتلئة بالأتات وتريد تفريغ هذه الغرفة يمكنك اختيار الخيار التالي إذن هذه أهم ثلاثة خيارات بالنسبة لي سأختار الخيار الأول وفقط للتذكير لديك غرفة فارغة أريد ملأها بالأتات لهذا اخترت الخيار الأول إذن سنقوم بالنقل على continue على هذا الشكل هنا لدينا صفحة مهمة بالنسبة للspace type سنختار space type لديك غرفة نوم لهذا سأختار bedroom بالنسبة للdesign theme هناك مجموعة من أنماط التصميم هناك bohemian هناك industrial هناك modern هناك traditional minimal مثلا الموقع يقترح عليك أن تختار أو أن تترك الذكاء الاصطناعي يختار theme المناسب يختار النمط أو التصميم المناسب لهذا سنبقى مع الاختيار اللي في هذا ونقوم باختيار هذا الخيار هنا يمكننا إضافة بعض التفاصيل بعض الأفكار لمساعدة الدكاء الاصطناعي لإضافة لمساتنا الخاصة بالنسبة لي سأطلب منه أن يضيف مثلا مكتب على سبيل المثال إذن طلبت منه أن يضيف مكتب وحاسوب للتسجيل في نفس الغرفة إذن سنقوم بالنقر على هذه أو هذا الزر إذن generate design وننتظر بعد الوقت لأن يستغرق كثير من الوقت حتى يقوم الموقع بالعمل على الصورة إذن كما نلاحظ فقام الدكاء الاصطناعي بملء الغرفة إذن هذه الصورة الأصلية وهذه الصورة المعدلة إذن لدينا هنا قام بإضافة سرير قام بإضافة بعض الإضاءة مثلا هنا لدينا شاشة تلفاز والذين هنا مكتب كما نلاحظ مع مقعد على هذا الشكل مثلا يمكنك إضافات بعض التفاصيل إلى هذا الوصف أو يمكنك الاحتفاظ بنفس الوصف وطلب إعادة التصميم إذن generate new design على هذا الشكل إذن كما نلاحظ انتهى الموقع من إضافة التعديلات وكما نلاحظ قام الآن بإضافة تصميم كلاسيكي نوعا يمكن أن نقول أنه تصميم كلاسيك لدينا خيارين لدينا هذا الخيار ولدينا هذا الخيار يمكنك دائما في كل مرة الطلب من الموقع على التصميم الصورة حتى تحصل على التصميم الذي يناسبك سأقوم مثلا بتحميل هذه الصورة سأختار الجودة confirm and download ودينا الصورة النهائية على هذا الشكل إذن هذه هي الصورة إذن هذه النسخة الكلاسيكية سأختار مثلا هذه النسخة إذن download ثم نقوم بالدخول إلى الصورة إذن هذه هي الصورة أعجبني أكثر هذا التصميم فهو يبدو أنيق وعصري أكثر إذن كان هذا هو الموقع شكرا لكم